وزارة الموارد المائية تطمئن المواطنين وتنفي دخول البلاد بأزمة جفاف رغم شح المياه إذ تؤكد الوزارة وضع خطط لتوزيع الخزين المائي المتوفر لديها يبعد شبح تصحر الأراضي الزراعية وفق آلية متفق عليها مع وزارة الزراعة فضلا عن أن الموارد المائية قد جددت التأكيد على وجود كميات كافية من المياه الصالحة للاستخدامات البشرية كميات المخزونة لدينا والمتوفرة حاليا تفي بتغطية كافة الاحتياجات الأساسية اللي هي مياه الشروب، استخدامات البشرية، سقي البساتين وزراعة بعض المحاصيل اللي استم الاتفاق وهي وزارة الزراعة بها نحكي بالأرقام ما هي الكمية اللي راح نستهلكها خلال الصيف وماذا يتبقى في بداية السنة الهايدرولوجية الجديدة لتبدأ بواحد عشرة مناطق الأهوار التي تشهد تناقص كميات المياه وتهدد الحياة فيها هي الأخرى وصفت بالمستقرة بتأمين الحصة المطلوبة مسؤولون عن هذا الملف في المحافظات الجنوبية تحدثوا عن معالجات سواء بدفع ما تحتاجه الأهوار من مياه أو إذامة القنوات المائية لكنها غير كافية بحسب خبراء بهذا المجال لإنقاذ الحياة في تلك الأماكن التي باتت عرضة لكثير من المخاطر باشرنا هسا بهور الحمار الغربي بتطهير مسالك هور الحمار لغرض الاستفادة مربي جاموس من المياه الداخلة وتغيير نوعية المياه وكذلك باشرنا يوم أمس بتشليك المنافذ والمجار المياه وزارة قد أعلنت تأمين خزين مائي جيد لمواجهة احتياجات الخضط الصيفية والشتوية والاستخدامات الحيوية الأخرى عباس نعم العراقية الإخبارية بغداد